نحن نعرف أن وضع الفقر حقيقي 15.17% هذا الرقم الذي كشفه رئيس الوزراء عمر الرزاز حول نسبة الفقر المطلق عند الأردنيين خلال مؤتمر صحفي عقده أمس لافتا أن ذلك جاء بسبب حرص حكومته على دراسة خط الفقر بهدف وضع الحلول لهذه الآفة التي تطرق باب الشباب وبما يتعلق بشأن استراتيجية الفقر كشف الرزاز أنه خلال الربع الثاني سيشهد العالم زخما بملف دولة التكافل موضحا أن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون ذات أوجه متعددة لافتا في الوقت ذاته إلى أن حكومته تمتلك خطة متكاملة لمواجهة آفة الفقر المادي إضافة إلى جوانب الفقر الأخرى من الناحيتين الصحية والنقل استراتيجية الفقر تتطلب أن تكون متعددة للأوجه كما هو الفقر نفسه فإحنا عكفنا الآن على إعداد خطة متكاملة لمواجهة الفقر تتعلق بالفقر المادي الفقر الذي يحتاج إلى دعم مادي أوجه الفقر الأخرى التي تحتاج إلى تأمين صحي إلى توفير نقل عام إلى توفير فرص عمل إضافية للأسرة لأن أي أسرة يشتغل فيها تنين من غير المرجح أن تكون أسرة فقيرة الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش أشار إلى عدم معرفة الأردنيين بالوسائل التي تمكن الرزاز من خلالها تقليل نسبة البطالة وإن كانت بشكل طفيف إلى جانب المعايير التي اعتمد عليها في الكشف عن نسبة البطالة ووصولها إلى هذا المستوى وعبر عايش عن أمله بأن يكون ما كشفه الرزاز مبني على انطلاقة اقتصادية حقيقية بحيث لا يكون التعيين الذي أعلن عنه تعيينا إداريا لمواجهة أعباء البطالة الأمر الذي يضخم من القطاع العام نحن لم نستمع إلى الوسائل التي أمكن بها تخفيض معد أو نسبة البطالة وإن كان بشكل طفيف أو المعايير التي اعتمدت من أجل القول أن نسبة الفقر المطلق في الأردن هي عند هذا المستوى في جميع الأحوال نحن نأمل أن يكون كلام رئيس الوزراء مبنيا على انطلاقة اقتصادية حقيقية وأن لا يكون التعيين الذي أعلن عنه هو تعيينا إداريا لمواجهة أعباء البطالة ما يضخم القطاع العام الذي يعتبر واحدا من أكبر خمسة قطاعات عامة في العالم نسبة إلى حجم القوى العامل تصريحات لأرقام تدلل على تحسن مستوى الاقتصاد في الأردن وسط تناقضات بحال واقع المجتمع الذي يفتك به الفقر وتلازم شبابه البطالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر